السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله أيامكم ورأيكم بكل خير أهلا وسهلا ومرحبا بكم نتحدث الآن عن إجابة حقيقة على استفسار يتعلق بالضمنات التعليمية والتدريبية والاستشارية وما الفرق بينها؟ أي ما بين العمليات الإنسانية وما بين تغيير قطع الغيار في السيارات لو أدخلنا السيارة إلى وجهة الصيانة غيرنا فيها قطعة ميكانيكية أو قطعة إلكترونية أو غيرنا جزء من الجسم الخاص من السيارة يسمون البادي طيب شلنا باب وحطينا مدالة باب جديد شلنا مكينة حطينا مكينة جديد مكينة جديدة غير شلناه حطينا غير جديد مصباح شلنا المصباح المتعطل وركبنا جديد في هذه الحالة عادة مسأل عن الضمان وغالباً يكون هناك تنوى يقولك هذه قطعة وكالة وهذه قطعة أصلية شبيه الوكالة وهذه قطعة تجارية هذا بالنسبة للأمور الميكانيكية المصنعة في عالم التصنيع طيب الإنسان الإنسان لو أخذنا غيرنا له القلب أو الرئة أو أي عضو من الأعضاء وقبل الإنسان ممكن المسائل البرمجية يسمونها السوفتوير من نشوي تكلمنا عن الهاردوير هذه السوفتوير طيب لو مسكنا القطعة الذاكرة هذه ومسحنا كل البرنامج وركبنا البرنامج من جديد أشي يحصل هنا سؤال ممكن نقول ما هو الضمان على البرنامج اللي نتحطيطه طيب البرنامج اللي نتحطيطه أهل الضمان نقولك لهذا البرنامج أصلي وفي عليه دعم من المصنى طيب لأنه عموما هي البرمجة كلها مرتبطة ب آه لغة برمجية إلكترونية محددة ما بين الصفر والواحد طيب هذا جانب الجانب الآخر أن القطع الغيار الميكانيكية مرتبطة بنموذج صناعي مسافات وقياسات وكتلة وكفافة و وهذا كله يخضع للتجربة في المختبر يعني في المصنع قبل ما تخرج إلى السوق وبذلك الأصلي له عمر معين شبيه الأصلي له عمر معين والتجاري له عمر معين ولذلك الضمانات تختلف فيه يعني ممكن هذا الأصلي يظل معك خمس سنوات ست سنوات مع بعض الأصلي ممكن يظل هلاس سنوات أما التجاري سنة وتغيرها لكن يقوم بالواجب عموما طيب الإنسان يختلف عن الآلة الإنسان ليس آلة يعني حتى زي ما ذكرنا قطع الغيار الإنسانية لو استطعنا أن نقول بهذا التأبير طيب وأخذنا عضو من الأعضاء فهناك احتمال أن يرفض الجسم هذا العضو طيب لأن الإنسان أكثر تعقيدا من الآلة أكثر تعقيدا من الآلة هذا في الجانب الحسي طيب في الجانب الإدراكي نعم الجانب الإدراكي العقلي النفسي يختلف عن تغيير قطع في مركبة قطع سيارة قطع دبابة قطع سفينة أو حائط تهد الحائط ثم تبنيه من جديد خلنوا فرق بين بعض المفاهيم المهمة في إطار المعرفة هناك فرق ما بين التعليم والتدريب التعليم يكون الجهد الكبير على المعلم فإذا يكون الحصيلة الخاصة به أو النسبة ثمانين في المئة على المعلم كجهد وعشرين في المئة على الطالب هذا في المدارس والجامعات طيب مجال التدريب مجال التدريب يكون الجهد عشرين في المئة على المدرب وثمانين في المئة على المتدرب ليه؟ لأن العملية التدريبية ليست نقل معلومة وإنما نقل معرفة بكيفية تطبيق المعلومة التي أنت تعرفها حتى لو أعطيت معلومة ليس بالضرورة أنك ستعرف كيف تطبقها في الحياة الواقعية ولذلك الكثير من الناس يكون متعلم ولديه العلم لكن ليست لديه المعرفة التطبيقية لهذا الشيء هنا يأتي دور التدريب والتدريب يختلف عن التعليم وبذلك ننبه على نقطة أيضا أن ليس كل معلم مدرب ولكن كل مدرب ممكن أن يكون معلم وفقا للمنهج إذن موضوع الاستشارات التدريبية هي عموما تجمع ما بين التعليم من جانب والتدريب من جانب آخر لكن إذا أردنا أن نعمل عملية تأثير على الطرف المقابل ففي مجال الاستشارات التدريبية نبدأ بعملية التحليل بمعنى نترك الطرف المقابل أو المتدرب أو المستفيد يتحدث ويتكلمه والمستشار التدريبي يعمل على تحليل هذا الشخص مش فقط المفردات والمشكلة التي قاعد يطرحها هو يحلل مدى إدراك هذا الشخص مدى وعي هذا الشخص مدى قدرات هذا الشخص نمط شخصية هذا الشخص حتى يستطيع المستشار التدريبي أن يأتي بالحل الملائم لهذا الشخص وليس للمشكلة في حد ذاتها واضح؟ لذلك كل مستشير له طريقة حل للمشكلة الخاصة به مختلفة عن الآخر يعني عندنا عشرين شخص يعانون من نفس المشكلة المستشار التدريبي يقدم عشرين طريقة مختلفة لكل متدرب يعني ما في نموذج واحد يقدم لجميع المستشيرين لابد كل شخص يختلف عن الآخر فإذا أردنا أن نتحدث عن موضوع ضمانات قطع الغيار المتعرف عليها في السيارات وفي المجال الصناعي هذا لا ينطبق على المجال النفسي والإدراكي والعقري ولابد تختبر أول البعض يريد نتائج اختبارية استباقية قبل بدء الجلسة ولو ركزنا على موضوع الضمانات فالضمان يطلب من المتدرب وليس من المدرب كيف؟ يعني أنت الآن المطلوب منك أنك تتحضر لدخول الجنة وتبتعد عن النار هذا أبسط شيء ممكن أن يعرفك كل مسلم فدور المعلم والمدرب أنهم يعلمونك كيف تصلي وإذا واجدتك مشكلة في الصلاة طيب تحتاج إلى تدريب فتدرب كيف تعالج هذه المشكلة في الصلاة طيب إذا أنت ما طبقت لا يضمن لك صحة صلاتك ولا يضمن لك الأجر ولا يضمن لك الثواب ولا يضمن لك دخول الجنة ليه؟ لأن العملية مرتبطة بك أنت وليس بالمعرفة ولا بالطريقة والآلية المقدمة لك وإنما بتطبيقاتك أنت يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيضكم لعلكم تذكرون طيب يأتي البعض ويسأل يقول يعني يستدرك يقول هذا أنا صلي وما نهتني صلاة لا عن الفحشاء ولا عن المنكر ولا عن البغي المشكلة ليست في الآية التي ذكرناها وهذه ما فيها خطأ والضمان عليها مئة في المئة إيش المشكلة إذن؟ المشكلة أنا كنت ما صليت عدل أنت يعني سمعت بالصلاة ورحت وصفيت مع مجموعة واقفيني يتحركون يطلعون رأس وفوهم من زوجة تحت ويرفعون ويكبرون وكذا وانت معهم هذه الحركات الميكانيكية ما تؤثر ليس الغرض منها هي الحركة الميكانيكية الفيزيائية اللي انت سويتها الصلاة أعمق من هذا بكثير لأن الحركات اللي انت تشوف فذي الوقوف والركوع والسجود والقعود والقيام والاستراحة وما إلى ذلك طيب هذه مفردات تركيبية لها معنى في الصلاة إذا أنت ما فهمت طيب فهذا الجزء ناقص الجانب الآخر أن الصلاة صلة بين العبد وربه فإذا أنت مشغول بأمور أخرى بل حتى أن بعض من لديهم السلوك الشاذ يجد مشكلة أساسة بالصلاة يعني هو تارك الصلاة ويفكر في أشياء أخرى أعادنا الله وإياكم منها مثل هذا ما نجي نقول له والله يجي يسألك يقول لك أعطي ضمان أن هذه الآية ستعالج هذا الموضوع أنت اللي أعطينا ضمان أنك ستطبق هذه الآية بحذافيرها يعني أنت ستقيم الصلاة يعني كون أنك تروح وتصلي وتصف وتركع وتسجد مش معناها أنك تصليت الصلاة اللي راح تؤدي الغرض المطلوب في المسألة العلاجية على سبيل النفاة لكنك صليت صلاة قد تكون هي المجزئة في أنك ما صليت يعني أخذت أجر أنك صليت لكن ما هي رتبة صلاتك هذه ودرجاتها هذا موضوع آخر ما هو تأثير صلاتك هذا موضوع آخر زي الشخص الذي يرقي نفسه أو يرقي بالقرآن طيب فقوة الرقية تعتمد أيضا على قوة إيمان الراقي وقوة استقبال المسترقي مع صحة الرقية طبعا اللي هي من الكتاب والسنة فأنت لابد أن تفهم أن هناك مزيج كبير لابد أن يجمع إذن إذا أتينا إلى برامج تعديل السلوك نحن إيش الآليات المتبعة المتبعة اللي نضعها حتى نضمن قوة تأثير البرنامج أولا قلنا في البداية اللي هي الجلسة التحليلية الأولية ثم وضع برنامج خاص بهذا الشخص ثم هناك برنامج متابعة أعطيك برنامج متابعة هذا مهم جدا أعطيك نماذج فيه أشخاص يحضرون الجلسات مع المتابعة على مدى ستين يوم لتعديل السلوك على سبيل المثال فأربع جلسات في أربع أسابيع مع المتابعة وأربع أسابيع متابعة حتى النهاية بعض الأشخاص يأخذ البرنامج هذا كاملا ويظل متواصل معك مع التقييم اليومي للسلوك مع الوفاء طيب بتعبئة النماذج الأسبوعية أي ملف المتابعة للحالة من أول أسبوع حتى ثامن أسبوع مدون بشكل كامل وإذا كان هناك ملحقات يعمل على تنفيذها إذا كان هناك برامج أخرى تضاف على البرنامج الأصلي يعمل على تنفيذها ويأتي بالتقرير اليومي مع إضاحة أي معيقات تحصل للشخص في التول لحظة حصلت لك مشكلة أنا متاح تلقائيا تتواصل معي تقول أنا الآن حصلت المشكلة الفلانية يأتيك الحل مباشرة ليه حتى لا يعاق برنامج دعبيل السلوك طيب كل ما أخليت بجزء من أجزاء البرنامج كل ما ضعف البرنامج طبعا البرنامج ليس هو المقيم البرنامج ليس هو المقيم المقيم أنت أنت كم طبقت من البرنامج ستحصل على هذه النتيجة بعض الإخوة يحضر البرنامج بلا ورقاب بلا قلم بلا تدوين بلا ملاحظات وبلا ربط الواقع ويستمع ويمشي تقارن هذا بشخص حضر البرنامج ودون وسجل وعبأ الملفات وعبأ النماذج وتابع للمتابعة اليومية وضع التقييم اليومي وتساءل عن الحلول ووجد أيضا وتساءل عن المعيقات وحلها طيب وبدأ يعطي المستوى التدرجي التفاعلي المطلوب في البرنامج تقارن هذا بذاك طبعا شتانة بين الثرى والثورية لذلك اضمن أنت التزامك وهذه خلينا نذكر موضوعنا ذكرته منذ عدة سنوات الدورات التدريبية بعض الإخوة يحضر دورات تدريبية للتوظيف فقط فهو يجلس يأكل الحلوى والمعجنات والعصائر ويتعرف على هذا ويسوله مع هذا ويعطونا شهادة معتمدة صحيح معتمدة طيب ويحصل على ترقية وهو لا يفقه شيئا ما يفقه شيئا حضر زي الكرسي يطالع في الشاشة خلص قاعد يطقطق على هالجوان يأكل شوي يتبسم حق هذا ويتبسم حق هذا وعلاقات ومعارث وكل شوي مستأدن وطالع كل شوي رايح جاي وفي النتيجة النهائية تخرج الدائرة الفلانية بأنها قد ضربت أربعين فردا أو خمسين فردا أو مئة فرد من كوادرها الوظيفية ويترقى أما نحن في مجموعة حياتك أسهل ما ننظر لا للتعليم الإجرائي ولا للتدريب الإجرائي هنا أنت لا تبحث عن وظيفة أنت تريد أن تنقذ نفسك أن تطور نفسك أن تنجو بحياتك مضي حياتك كذا هباء منثورة وسبه لل طيب أو أن تكون في مشكلة ماذا الحياة مشكلة حلها في سبوع في سبوعين في شهر في شهرين في ساعة في دقيقة وتلس ماذا الحياة متعذب مش عارف الحل طيب وأيضا تدريب على أرض الواقع شيء ملموس في حياتك شيء ستدركه أنت مش على الورق فأنت الذي تحاسب على أدائك وعلى دورك وعلى التزامك بما ستتعلمه والسؤالي أنا دائما أسأله للمتدرب ماذا تعلمت مما تعلمت يعني أنت الآن حصلت على المحتوى التعليمي والتدريبي في هذه الجلسات الاستشارية طيب ممكن الآن حن خلصنا الجلسة طيب أنا أنتظر منك التقرير بعد ساعة يفترض أنك بعد ما تسكر الجلسة طيب وتغلق الشاشة أو ينتهي اللقاء ما تروح تلعب كرة ما تروح تفرفق بالسيارة ما تطلع تتمشى باقي عندك وقت من ضمن البرنامج أنك إذا جلست الساعة التدريبية أنك تلس بعدها نصف ساعة تفرغ المحتوى وتعيد إرساله لي تفريغ المحتوى في حد ذاته هذا مؤشر من مؤشرات نجاحك لكن إذا ما فرغت وروحت ومشيت وجاء بعد أسبوع تقول لي والله نسيت بهذه الإجابة أعرف أنك يعني مش مهتم بنفسك طبعا أنا ما لي علاقة بهذا الموضوع لكن أنت لست مهتما بنفسك بعض الإخوة يأتي بعد أسبوع يعبي لي زي العناوين كذا تعرفون أنفسكم صح؟ طيب أنا وين هتطلع عنوان عنوان طيب أنا أشكرك الله يزاكين العنوان هذا إيش تطبيقاته في حياتك إيش اللي سويت ماذا تعلمت مما تعلمت وأنا مش جالسة أختبرك عشان أعطيك درجة إيش سويت في حياتك خلال الأسبوع من الجلسة الأولى إلى الجلسة الثانية إيش اللي سويت قال ها ها لا أدري هذا ما ينفع هذا ما ينفع أنت اللي تقيم نفسك ولست أنا من يقيمك في الأصل أنا سأقيم حقيقة وأعطيك المؤشر وهذا مؤشر ترى الحلقة هذه مفيدة لجميع فلما تأتي بمحتوى أو لما تتعبيلي الاستمارة بعناوين وكلمات عامة أنا أعرف أنك نسيت كل الكلام اللي حنقلنا مع أني وضعت لك خريطة ودخلت في أدق التفاصيل إيش المشكلة؟ المشكلة أنك حضرت الجلسة وأنك غير مستعد أو أنك في مكان غير مهيئ أو أنك أساساً لديك مشكلة أخرى ومع ذلك تحضر الجلسة وأنا سبق أني ذكرت في موضوع آخر وحلقة مستقلة كيف تتعامل مع تأجيل الجلسات بحيث أنها ما تلغى عليك بعض الإخوة يضيع الجلسات اللي عليه يعني يجي وقت الجلسة ولا يعتذر ولا شيء فتروح له الجلسة طيب لأن بعد جلستك فيه جلسات أخرى ما يمكن أن تأخذ وقت شخص آخر إلا إذا اعتذرت إن اعتذرت يعني ممكن نؤجلها إلى وقت آخر كلهم بحسب ظروفه قد تكون في الأسبوع المقبل أو أن تكون في اليوم التالي ولكن في قائمة الانتظار لكن بالدرجة النهائية أنا لما أعمل على متابعتك وتدريبك أدرك المستوى الذي أنت فيه وأنت أدرى من نفسك اللي عندها عزيمة وقوة سيخرج من البرنامة شخص آخر تماما تماما طيب لما عنده رغبة لما عنده رغبة ما نستطيع أننا نجبل أحد على أن يتغير يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت واضح؟ هذا جانب والجانب الآخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أنت لازم تكون عندك العزمة والتغيير إذن الخلاصة الخلاصة أن البرنامج مصمم بحيث أنه يختبرك ويتابعك ويعدل من مسارات تطبيقاتك اليومية والأسبوعية على مدى البرنامج أمان أسعب هذا جانب الجانب الآخر أنك أنت من عليه الجهد التطبيقي لأن المستشار مش ساكم معك وليس قرينا لك يمشي معك في كل وقت 24 ساعة لأن المعالجات السلوكية مستمرة معك 24 ساعة حتى وأنت نايم وهذا لا يمكن المستشار ليس معك ساعة واحدة في الأسبوع طيب وليس 24 ساعة في اليوم إذن ركز على نفسك اهتم بنفسك لتكن لديك العزيمة الصادقة والإصرار على التغيير إذا أنت تريد أن تتغير أبشر بالتغيير والقبول بالله إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد العزم أنت تردد إذا كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيد حياتك أسهل مع فيسر حالد اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر